بدأت الحكومة وشركة البوتاس العربية إعداد دراسات استكشافية حول جدوى استغلال معدن الليثيوم في مناطق البحر الميت وبموجب اتفاقية ثنائية ستجري شركة البوتاس العربية دراسات استكشافية بالتعاون مع شركات عالمية لاستكشاف فرص استغلال الليثيوم بكميات تجارية وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن قطاع التعدين بشكل عام يشكل قيمة مضافة عالية وأولته رؤية التحديث الاقتصادي أهمية قصوى اليوم احنا بتوقيع مذكرة التفاهم هذه بتكون رقم عشرة من مذكرات التفاهم اللي تم توقيحها لاستغلال الثروات الطبيعية الموجودة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية من بداية عام 2022 لليوم عشرة مذكرات التفاهم بموضوع الليثيوم بموضوع الذهب بموضوع النحاس بموضوع الفوسفات والعناصر الأرضية النادرة وغيرها نتأمل إنه هذه مذكرات التفاهم تفضي إدلاع دراسات ونتائج تكون مجدية لاستغلال هذه الثروات المعدنية اليوم احنا بنقول إنه ثرواتنا المعدنية والدراسات اللي بنقوم فيها رح تضع الأردن إن شاء الله على الخارطة الدولية فيما يتعلق باستغلال الثروات المعدنية الدراسة الأولية والحمد لله مبشرة وإن شاء الله إنه إذا ثبتت هذه الدراسة جدواها بحيث تكون هذه الكميات الموجودة كميات تجارية ويمكن استخراجها وفيها قيمة مضافة سنستمر في هذا المشروع بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر